أما البول قائما سبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أتى سباطة قوم فبال قائما سبت ذلك في البخاري من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم سباطة قوم فبال قائما ولكن أغلب أحواله كانت البول جالسة إذا عائشة قالت من حدثكم أن النبي صلى الله عليه وسلم بال قائما فلا تصدقوه ولكن عندنا المثبت مقدم على النافي فعلى ذلك يجوز البول قائما بقيد وهو أن لا يرتد البول إلى جسم الشخص ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بقبرين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ثم قال بلى إنه كبير أي وإن لم يكن كبيرا في أنظاركم فهو كبير عند الله أما أحدهما فكان يمشي بين الناس بالنميمة وأما الآخر فكان لا يغتسل من البول ترجمة نانسي قنقر